القيام بأول زيارة لوزير الخارجي الصيني وانجي مع بدء العام الجديد لعدد من الدول الافريقية دليل قاطع على الاهتمام الكبير الذي توليه الصين لتطوير علاقاتها مع تلك الدول المبنية على الشراكات والتعاون هذا التقليد مهم اعتقد ان هذا ما يمثل العلاقات هذا ما يشعر الافارقة والدول الافريقية ان العلاقة ليست مجرد هي علاقة استثمارية وعلاقة اقتصادية انما تذهب الى ابعد من ذلك وهذا يوضح اهتمام الحكومة الصينية ايضا بعلاقات وثيقة ومستمرة ومتواصلة مع هذه الدول ليس فقط عندما يكون هناك مشاريع واستثمار ولكن بناء علاقات وشراكات بعيدة المدى هذا التقليد السنوي لوزراء الخارجية الصينية زيارة الدول الافريقية وهذا العام كينيا ايريتيريا وجزر القمر يؤكد على مبدأ الشراكة الذي تعمل الصين على تحقيقه مع تلك الدول هذا التقليد يعكس بالضرورة اهتمام الصين بهذه المنطقة وهناك شراكات وعلاقات مختلفة سواء كانت اقتصادية او امنية او سياسية تحتاج هذه الدول في علاقاتها مع الصين وبالتالي الصين تؤكد بالضرورة اهتمامها بهذه المنطقة وتأكيدها الدائم الان هذه المنطقة تقع في صلب الاهتمامات الصينية وهذه الزيارة دليل على ان الصين تؤكد وتجسد هذه العلاقة بابعادها السياسية والاقتصادية والامنية الزيارة الافريقي التي يتبعه وزير الخارجية الصيني بزيارة لدول آسيوية جزر المالديف وسيرلانكا تعكس مدى الاهتمام الصيني بمساعدة وتطوير تلك الدول في مواجهة التحديات التي تواجهها وتوفير فرص التنمية بناء شراكات متوازنة ما بين الصين وافريقيا هي في اولويات يبدو في اولويات الحكومة الصينية وهذا جيد للجميع يعطي افريقيا متنفس لتنمية حقيقية وشراكات حقيقية بالتوازي وليست مفروضة من الاعلى وليست مدمرة للبيئة الافريقية ومدمرة للمجتمعات الافريقية استهلال وزير الخارجية الصيني زياراته في مطلع العام الجديد الى افريقيا يعكس مدى العلاقة والشراكات والتعاون ما بين الطرفين وتأكيد على اهمية التعاون ما بين افريقيا والصين محمد الصنورسي جتئان العربية رام الله